تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى للمريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما نريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِرُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل أن يأتي عيون لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون والظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشبع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشل من الويل فمن يكفر بالطاروة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أردياهم الطابوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات قد هائك أصحاب النار هم فيها خالدون فلم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت ولأنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغربة فمهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثا قال كن لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانضر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانضر إلى حبارك ولنجعلك آية للناس وانضر إلى العظام كيف ننشسها ثم نكسوها نحن فلما تبير له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أبني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصلهن إليك ثم اجعل على كل جبد منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابر في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عزيز الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أدى لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقته يتبع ما أذى والله غنيم حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذين ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابن فتركه صلبا لا يقدرون على شئ مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم باتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربات أصابها وابن فآتت قبلها ضعفين فإن لم يصبها وابن فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجريد تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها إحصارا في نارا فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تربطوا فيه واعلموا أن الله عليم حميد الشيطان يعدكم الفضل ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعن ما هيك وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا متقاب وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقاء الذين أحسبوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبوه الجاهل أرياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سررا وعدالية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخضطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأكل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلهم ما سنفر أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ينحق الله الربا ويرهي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلقون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا نظلقون يا أيها الذين آمنوا إذا تداياتوا بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأت كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملد الذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سبيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أي من لهوة فليملد الوليه فليملد الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتا لمن مما تغضون من الشغداء بأن تضل إهداهما فتذكر إهداهما الأخرى ولا يهدش وداه إلى ما دعوا ولا تسألوه أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيدا وإن تفعلوا فإنه فسوكم بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفد ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عديد لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوهم حاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أخرانك ربنا وإليك المصلين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرى كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طوبة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين